دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم محضرتنا اسمها انا معاكم فادية محمود القرب زميلتكم معاكم في المصدر دي هتكون ان شاء الله تحت اشراف دكتورة امال غريب اول حاجة عندنا اوبجيكتفز الابجيكتفز دي بتتكلم عن اول حاجة طبعا عندنا اي هو البيدياترق نيرسينج عبارة عن برانش of nursing that deal with the care of infant and children رقم اتنين يبقى انا دلوقتي في خلال فترة معينة هجمع معلومات عن الهيلس من خلال الموربيديتي والمورتاليتي اللي بتحصل للاطفال في فترة دي طيب اي هي الموربيديتي موربيديتي مينز إلس ومورتاليتي مينز دي اي فايدت ان انا البرسبيكتفز دي اي فايدتها عندنا موربيديتي ان مورتاليتي داتا بروفايد انفورميشن اباوت الكوزيس اوف ديس اند ايلسيس مين هم طيب الامفانت مورتاليتي يعني ايه امفانت مورتاليتي هي عبارة عن نونيتا المورتاليتي اللي هم الاطفال اللي اقل من 28 يوم طيب بوست نونيتا المورتاليتي الاطفال الاكتر من 28 يوم لحد 11 شهر فاكتورس افكت زي امفانت مورتاليتي ريت ايه الفاكتورس اللي بتافكت الامفانت مورتاليتي ريت عبارة عن برسويت ميل جندر شورت اولين لونج جستيشن ماتيرنال ايج لو ليفل اف ماتيرنال ايديوكيشن طيب ايه هي الليدينج كوزيس اوف امفانت مورتاليتي ان ديفولوبت كانترز تمام عندنا كونجينتال انوميليز ديس اوردر ليتي تو شورت جستيشن صادن انفانت ديس اندروم ماتيرنال كومبلكيشن اثناء البردنانسي ريسبيراتري ديسترز سندروم اكسدانتس باكتيريال سيبسز ليينيو بورد ديزيز اوف سيركولاتري ديس اوردر انتريترين هايبوكسيا ان بيرس اسفكسيا ليدينج كوز اوف امفانت مورتاليتي ان ديفولوبت كانترز سمعانا برضو مكملين عندي الاكيوت طبعا زي انيمونيا دياريال ديزيز منيوتريشن ديزيز كونجينتان هارتي ديزيز طبعا احنا كنا متكلم عن الانفانت اللي هو اقل من سنة انما دلوقتي هنتكلم عن الانفانت طبعا السن مبين خمسة الاربعتاشر سنة ايه كمان الكوزس اللي بتكون موجودة عندي في الفترة دي عندي الموربيديتي ريتس موربيديتي ريتس دي طبعا قلنا الموربيديتي يعني الايه الالس موربيديتي ريتس ار يوز تو ميجر ديزيز والانجري انجري كان عندي ديزيز او انجري في البيبيوليشن طبعا الموربيديتي ريت مع الموربيديتي ريت بتدينا بتاعت اللي تشيلدرين دي من خلال الموربيديتي والموربيديتي ريت بقدر يكون عندي صورة كاملة عن الهيلس ستيتوس اوكي عندي الانسيدنس رايت والبريفيلانس رايت ايه هو الانسيدنس رايت ده او دورنج بريود الانسيدنس رايت مجر الانسيدنس رايت يبقى الانسيدنس دي الحالات الجديدة اللي حصلت او اللي كانت موجودة عندي انما الانسيدنس دي حالات موجودة قد موجودة قبل كده فيه بيولوشا معين في خلال طايم معين طيب الانفانت الموربيدي برضو مكملين هي عبارة عن الريت اف الاليسز طبعا دي بتشمل اكيوت الاليسز وكرونيك ديزيز يبقى دي بتشمل كل دول الاكيوت الاليس اللي هيحصل الكورونيك ديزيز الحاجات الكورونيك والدسابيليتي كمان معين اول حاجة الاكيوت الاليسز زي مثل نورس بيراتوري الدين دي اكاونت فور اباوت 50 5% الانجرس بتشمل حوالي 15% the leading cause of this in children over age one year cause more disease and disabilities in children as children grow older the percentage of this from injuries increase infection with prosthetic disease بتشمل 11% من النسبة كلها الموربيديتي زي ايه طبعا الحاجات دي هتسبب لهم الموربيديتي زي ايه طبعا بافرتي فيولنس اغريشان نام كومباليانس توسكول فاليار اجسسمنت تو اديفورس اوكي امفانت موربيديتي هاي ريسك جروب تشيلدرين من هما الهاي ريسك جروب دول الفلوسوفي افكير الفلوسوفي افكير تمام يبقى دلوقتي هل ده كونسيستانت نيرسينج افزا امفانت كونسيستانت كونسيستانت مع ال اصلا ولا لا بيشمل تلات حاجات بيشمل خلاص هنقولهم ايه هو بقى الحبارة عن يبقى هو لان انا بنعطي لالتشيلدرين من خلال الادوليسانت ويز امفاسيز اون زا فيزيكال جروس منتل اموشنال سيكو سوشيال ديفلوبنت اوكي ايه هو بقى النيرسينج بس النيرسينج ازاي ازاي فاميلي سنتر دي كير ابروتش هو عبارة عن الفلوسوفي فاميلي سنتر دي كير ريكو جنايز لا لا سير في السيسم خلاص يبقى ده طيب الجول بتاعي ايه منها عندي الجول ده عندي اول حاجة من الفاميلي ازاي من خلال انا بعمل ايه بعمل طيب ايه عندي الرول عندي بتعمل سيرابيتك ريليشنشيب فاميلي ادفوكسي وكيرينج ديزيز بريفنشن وهلس وروموشن هلس تيتشين سبورت اند كونسلين رستوريتيف رول كوردينيشن وكولابوريشن ريسيرش او النيرس هي ريسيرش هلس كير بلانينج اون بوليديكال اور لجيسليتيف اه ليفل ايسيكال ديزيشن ميكيك هنتكلم اول حدا عن سيرابيتك ريليشنشيب بيديتك نيرسي must relate to children and their family in a meaningful way and yet remain separate enough to distinguish their own feelings and needs سوى سوى فاندر سيبرات the nurse from the child and the family it's positive and professional relationship and promote the family control over the child health care رقم اتنين فاميلي advocacy and caring نيرس يجب عليهم مشاكل لديهم لديهم أجل والتعليقات والأجلي أختصائق اليوم كدهكي أفضل الطفOYات المنطقة بطريقة موضوعية ويقوم بإمكانك فرصة لا تنساعدين محاولة الناس. للباقرة يستخدم المطاقة للباقرة 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 والباقرة. خلاص عندي طبعا بعد الفيوتشر تريندس اف زارول اف بيدياتريك نيرسينج اه زي ايه امبولاتري كير بريفنشان ان دي ستيتشينج هوم كير تكنولوجيك تكنولوجيك ادفانسز كومبيوتر نوليج ان دي تشينجينج ديموغرافيكس دي حاجات في الفيوتشر تريندس لازم النيرس تكون اوريانتت بيها واب تو ديت بالحاجات دي كلها لازم النيرس طبعا تكون عارفة عشان تقدر تحميها وتجيها الطفل طبعا دي بناء على بتقول ايه الطفل محتاج ايه عندي عشرة لكل طفل ما فيش تمييز بين طفل وطفل لازم كل طفل ينمو جسديا وعقليا بحرية وكرامة كل طفل لازم يكون عنده تغذية كاملة بيت كويس وسائل طرفيهية وخدمات طبية لو الطفل ده عنده معاق لازم ياخد الرعاية الكاملة الخاصة به الحب التفاهم والامن والاحساس ان هو عنده احساس بالامن لازم طبعا الطفل يتعلم اقدر ان انا انمي القدرات والمواهب اللي عنده لازم الطفل يكون هو الاولوية عندي لو فيه اي كارثة او اي حاجة مش طبعية بتحصل زي طبعا اليومين دول لازم الطفل يكون عندي في الاولوية بتاعتي من اللي انا احميه يعني الطفل ده ما ينفعش يتعرض لأي وسيلة من الاجمال او التعامل بطريقة غير لائقة يعني طبعا ده الحاجة المهمة اللي بتقوم بها النيرس ان الوقاية خيرهم من العلاج ان الناس لو هم اصحاء لازم هي تحاول ان هي تعمل اا يعني يحتفظوا باكبر قدر ممكن من صحتهم ويعني الصحة دي كمان تزيد او توصل للمستوى الاعلى مش بس ان هي بتشترك في التريتمنت من الديزيز او الديزيابلتي ولكن لازم هي بتعمل مينتنانس للهيلس اللي عندهم وبتعمل بريفنشان لأي ديزيز ممكن يحصل الوقاية خيرهم من العلاج طبعا النيرس دي لازم هي اللي هتدي اديوكيشان وهي اللي هيكون عندها نظرة وارشاد للناس ان هم ما يقعوش في الحاجات اللي هجيب لهم ديزيز طيب بعد كده طبعا قلنا من النيرس دي هي تيتشار هلس اديوكيشان انفولف ترانسميتينج الانفورميشان تو زا تشايل عن الفاميلي ليفل اوف اندرستينج اوكوردنج تو زير ليفل اوف اندرستيندنج يبقى لازم هي يعطي ديزيز تيتشينج للماذر للفاميلي للطفل على حسب الفهم بتاعهم والمستوى بتاع الفهم ومستوى التعلم بتاعهم افكتف اديوكيشان اولسو فوكسد ان جيفنج ابروبيت فيدباك اند افالواشن توبروموت ليرنج يعني اما هتعمل طبعا توعية للناس للام بطريقة مباشرة او انديركت من خلال هيلبنج البيرانت شايلد واندرستيندنج دياجنوزيز تيتمينت انكاريش فور اسكينج كوسشان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة